عمليات الإعدام التي تنفذها السلطات الأيرانية بحق عدد من الأشخاص في تهم المخدرات تضاعف ثلاث مرات هذا العام مقارنة بالعام الماضي بحسب ما كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها وبحسب المنظمة حكم على 173 شخصا على الأقل بالإعدام منذ بداية العام 2023 بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات بعد محاكمات وصفتها بالجائرة والمنهجية أي بزيادة تقارب ثلاثة أضعاف العدد المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي وذكرت العفو الدولية أن البلوش في إيران يمثلون نحو 20% من عمليات الإعدام المسجلة رغم أنهم يشكلون 5% فقط من سكان البلاد وأكدت المنظمة الدولية أنه إذ واصلت إيران تنفيذ عمليات الإعدام الشاملة بهذه الوتيرة المروعة فقد تقتل ما يقرب من ألف سجين بحلول نهاية هذا العام بدورها قالت ديانة طحاوي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو إن المعدل الذي تنفذ به السلطات الإيرانية عمليات الإعدام يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويكشف افتقارها إلى الإنسانية ووفقا للناشطين فإن عودة عمليات الإعدام بهذه الوتيرة المرتفعة في إيران تشكل محاولة من السلطات لبث الذعر والرعب في نفوس السكان من أجل قمع حركة الاحتجاجات الشعبية المستمرة في البلاد يذكر أن إيران أعدمت سبعة أشخاص على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في البلاد بعد مقتل الشابة الكردية جيني أميني على يد قوات الأمن العام الماضي ما أثار غضبا شعبيا واستنكارا دوليا واسعا نطاق ترجمة نانسي قنقر